أشهد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كمال بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب داخل النطقة المتوسطية والمغربية ناصر كمال الذي خلف المغربي فتح الله سيجن الماسي نوه بسياسة المملكة المغربية الرامية إلى الانفتاح على دول الجوار نتابع المغرب يتموقع المغرب في مركز هذا المشروع على المستوى الجغرافي والسياسي المغرب هو القنطرة الرابطة بين الواجهتين وهو البلد الوحيد المتمتة بالوضع المتقدم لقد لعب المغرب دورا استراتيجيا بسبب توجهات صاحب الجلالة والحكومة ساعدته على أن يكون في وضع متقدم وأن تكون له علاقات متوازنة مع محيطه وعندما نتحدث عن المحيط فأقصد أوروبا بالطبع والمنطقة المغاربية وأيضا المحيط الإفريقي يتوفر المغرب على سياسة اقتصادية وأمنية منفتحة على الآخر وتركز على الشراكات وفي إطار يسمى بالاتحاد لا أتخيل تحقيق نتائج ملموسة داخل الاتحاد من أجل المتوسط دون المغرب